ورجعنا لكم في فقرتنا الأهلي خط أحمر النهاردة حلقة مميزة لأن هي أسامة الحلقة الخمسين اللي الجمهور بيحتفل معنا بيأ أهلا بك يا أسامة مرة تانية كم يفكر صحي جميل وأهلا بكل جمهيرنا جمهيري النادي الأهلي طبعا ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا بنشكركم جدا 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 دعمكم المتواصلين من أول حلقة للحلقة الخمسين ويا رب دايما مكملين مع بعض الحلقة الألف إن شاء الله يا فارس إن شاء الله يا أسامة والله أنا بشوف الموضوع كمان ما كانش بعدد الحلقات بقدر ما التفاعل يمكن إحنا عندنا لن فيه فيديو في آخر حلقة بيوصل لمليون فيو وهو مدته ما تتجاوز حوالي 8 دقايق أعتقد أن الجمهور بيعملهم على أهلي خط أحمر تجربة فريدة بجد ما هنم شكرناكم مش هنوفيكم حقكم على أهل بس نقدر نديكم مجهود ونقدر نديكم حب وشغل أنتم منتظرينه مننا واسم بالتأكيد يا فارس وعلى أهل النهاردة هنستعرض أراء الجماهير وطبعا أي رسالة حابين توجهوها للآل خط أحمر وجهوها على الهاشتاج ده خمسين حلقة للآل خط أحمر أنا شايف طبعا طبعا معنا مصطفى خمسين حلقة في الدفاع عن الكيان خمسين حلقة في حب الكيان خمسين حلقة في الرد على كل من أراد أن يضلل الجمهور يا مصطفى وأسماء برضو في نفس الطريق خمسين حلقة من الإبداع والتميز وطبعا فارس أسامة غمري شادي رضا طبعا دي فرصة نشكر فريق عمل البرنامج سواء غمري أو شادي أو رضا وكمان حسام جمال مصمم الدزاينات دي وطبعا معنا برضو محمد يا فارس حاطت صورة الخطيب تقريبا مع طفل طبعا خطيب أسطورة دي كمية من الهاشتاجات طبعا احنا دخلنا على مستوى مصطف طبعا في حوالي ساعتين وده طبعا عهدنا الجمهور الأقلي خطة أحمر اللي دايما بنشكره طبعا ديها جانب من الهاشتاجات لو الله لو نقدر نستعرضها كلها مش هنتأخر لان احنا زي ما بنقول دايما التجربة دي بتاعتكم قبل ما تكون بتاعت اي حد في البرنامج لان هي فعلا تجربة من وإلى الجمهور محمد رمضان بيمس علينا بقولونا اقوى افضل برنامج بنشكرك يا محمد وبرضو ايمان بتمشي معنا نفس الطريق احسن برنامج والله ونحب نشوفكم قوي وعقبال ميت حلقة طب زودي شوية امان طبعا بما اننا ذكرنا فريق عمل البرنامج حابين نشكر برضو ان كان معنا في بداية الفقرات يا فارس او في بداية الحلقات احمد كيشو لكن كيشو كل الناس اللي شاركت وحتى طعم الاخراج معنا دايما طول الوقت لبس متر اللي خط احمر برنامج مهم جدا وبجد شكرا لكل شخص بيشتغل في البرنامج طبعا هنستعرض ان شاء الله تويتات كتير خلال الحلقة وباذن الله منتظرين رسائلكم على هاشتاج خمسين حلقة الاهلي خط احمر باذن الله يكون دايما مع بعض ودايما ميكملين في الدفاع عن النادي الاهلي وفي حب الكيان ودايما يا فارس يكون هنا نافذة زي ما بدأنا العهد من اول الحلقة ان دي تكون نافذة لجماهير النادي الاهلي من خلال شاشة قناة النادي الاهلي زي ما دايما بنقول ردود بالمنطق والدليل مستعد تناول بلطة اول طبعا احنا دلوقتي في بداية حلقتنا نروح بعين تانية بعين تانية لان الكورة مش بس ارقام الارقام لها مدلول ودا اللي دايما بنحاول نوصله الاهلي امام الانتاج النادي الاهلي بيواصل صحوته مش بس صحوته انا شايف ان النادي الاهلي بيبدأ موسم جيد جدا بتحقق 5 فوز وبتتعايد المباراة امام دجلة وانت بتلعب ناقص 12 لعب نتيجة الاصابات ودا يذكر للنادي الاهلي انه هو اقوى فريق هجوميا على مستوى الدوري 16 هدف واستقبل هدفين فقط ده جزء من الارقام ولكن يا اسامة محتاجين نقف عند ارقام المباراة نفسها عشان فيه جزئيات نحب نتكلم عنها دايما بعين تانية زي ما احنا عودنكم انا حابين بس الاول نوضح ان قلق جماهير النادي الاهلي من تناء المستوى في الشوت الاول والمستوى في الشوت تاني ده اهم حجر هدف انا عايز اخد منك فكرة 16 هدف فيه 14 هدف في الشوت تاني واثنين في الشوت الاول زي ما لا سلباء لكن لا ايجابيات برضو ان انت بتقدر ترجع في المباراة وتقدر تصحق الاخطاء سواء على نطاق التغييرات او حتى التوظيف داخل الملعب يستوقفني مسماني لانه هو واحنا معنا الاحصاءات اتكلم في حاجة مهمة جدا فكرة ان انا ما بختارش توقيت الاهداف انا دوري الاساسي ان انا بحاول اخلق محاولات وفعلا النادي الاهلي دايما بيوصل للمرمى عندنا 19 محاولة عندنا 9 الشوت الاول و10 الشوت التاني هي دي الفكرة ان النادي الاهلي بيقدر بسهولة يوصل لمرمى المنافس الجمهور عنده بعض المخاوف اللي بتخص زي ما اسامة اكلمكم في التأخير الفوز الشوت التاني المدرب اللي بيقدر يوصل للمرمى ده الشيء الاساسي بالنسبالي في كرة القدم كرة القدم هي فن خلق الفرص كرة القدم هي فن الوصول لمرمى المنافس ده اللي بيعمله مسماني انت بتقدر توصل لمرمى المنافس وكمان زي ما بنتكلم دايما في الاكسبيكتد جولز بتاعتك هي الاعلى انت بتتكلم على مدار اخر مسمين وتحديدا مع فيلر ومسماني اللي رغم اختلاف بعض الناس في طريقة الاتنين شايف مدرسة متقربة جدا ده بيكمل على ده بعض الفواصل انت ازاي بتقدر تعمل ده نقدر نروح للشق البدني اللي احنا دايما منتكلم على الخاص بالجزء البدني في النادي الاهلي اللي بيديله الافضلات في الشوت التاني هل انت شفت اي فريق في الدوري قادر يتفوق او يجابه النادي الاهلي وهو بيلعب في الشوت التاني بالتأكيد لا واعتقد ده بقى مسماني حده بعين لاعتبار والحقيقة لو احنا بصنا الاكس جي او الاكس بيكتد جولز او الاهداف المتوقعة اللي بتوضح الفريق ماشي ازاي هنلاقي وهتستغرب ان هي كانت تلاتة ونص طبعا احنا معدلنا دايما من تلاتة ونص الاربع وفي مباراة علينا عن خمس اهداف لكن كان الشوت الاول اتنين واثناشر من مية على عكس الشوت التاني واحد وتمانية وتلاتين من مية يعني المفترض ان انت كنت تطلع الشوت الاول مسجل هدف او هدفين لكن ده ما حصلش وحصل في الشوت التاني وفي الاكس جي لما بتلاقي الرقم قليل في الشوت التاني واحد وتمانية وتلاتين من مية والفريق مسجل اربع اهداف يبقى هنا لازم نقف ونقول احنا عندنا لعبين من طراز فريد عندنا لعبين بتقدر تحقق اهداف من انصاف الفرص بل اخماس الفرص وطبعا وليد سليمان كان احد ابرز هؤلاء اللاعبين في المباراة وطبعا سجل هدفين ووليد سليمان هذا الموسم بتلات محاولات بتلات هدف دي استعراض وليد سليمان وكأنه بيرسل رسالة في المباراة دي للكابتن محمد ابوتريكا هتلاقي رقم اتنين وعشرين منوهر في الاحصائية تماما لعب الدقيق اتنين وعشرين دي محاولات على المرمى اتنين المحاولتين انتارجت المحاولتين تم تسجيل اهداف كانت الاهداف المتوقعة او اجمال الاهداف المتوقعة من المحاولتين اتنين وعشرين من مية 22 مية يعني تقريبا خمسة هدف ومع ذلك كابتن وليد سليمان الذهب لا يصدق يا وليد الذهب لا يصدق يا بسليم هدفين ما شاء الله من 22 مية أهداف متوقعة ده قيمة وليد سليمان اللي بيرد بيها على البعض اللي حاول وقت تجديد النادي الأهلي مع وليد سليمان التقليل من قيمة الصفقة وليد سليمان بيرد مش على الموسم الماضي وبس هدف النادي الأهلي لا كمان الموسم ده على مدار تاريخ وليد سليمان من 281 جول النهاردة وليد سليمان بيوصل للجول 72 مع النادي الأهلي وبإذن الله يكمل ويكسر حاجز المية هدف مع النادي الأهلي احنا بنتكلم أبو تريكا بركات وليد سليمان فيما يخص لعيب الوسط دي أعلى أرقام على مدار السنوات الأخيرة ولكن وليد سليمان لما أسامة بيتكلم فكرة الأهداف المتوقعة جماعة مقارنة نسبتها معناها أنه هو محقق أهداف من أماكن صعبة جدا حابب بقى أتكلم أن وليد سليمان بيواصل وليد سليمان الموسم اللي فات بيلعب 1187 دقيقة في الدوري يعني بمعدل 13 مباراة بيسجل 9 أهداف بالضبط هو ده اللعب الكبير وعشان كده موسماني كمان مدرب كبير لأن موسماني لما بيشوف عنده قائد زي وليد سليمان بيقدر أنه هو يحقق العدد ده من الأهداف وكمان القيمة بتاعته في الفريق واللعبين لما كان غايب إزاي في بعض المباريات في أدوار حاسمة كانوا بيحاولوا إزاي يهدوا اللقب هي دي الروح اللي موسماني بيشتغل عليها وهي دي اللي موسماني قاصد يوصلها لما قال ياريتني جيت النادي الأهل بدري عشان ألحق وليد سليمان في سن متأخر في سن قبل كده وحاجة كمان مهمة فيما يخص وليد سليمان إحنا بس عايزين نقرأ إحصائيات وليد سليمان الموسم ده وليد سليمان لعب 3 مباريات مباراة 4 مباراة مباراة أساسي وتلاتة احتياطي خمس محاولات على المرمى تلاتة انتارجت ما شاء الله التلاتة تسجله أهداف يعني وليد مفيش حارس صد منه كرة لغاية دلوقتي من أهداف متوقع أقل من الهدف يعني بيجيب أصعب أهداف مقارنة بالفرصة المتاحة كانت إمكانية تسجيلها زي ما أسامة كمان اتكلم عن فكرة ارتبطنا بوليد سيمان عطفيا أنا دايما بقول في لعبين في اللاوعي بتاعك بيكون في نقطة دايما بيلمسوك فيها وليد سلمان من القلائل اللي زايدون لما بيسجل هدف انت مش بس بتفرح بالهدف انت بتكتر زكريات لا يمكن ان انت تعيش لحظات الاستمتاع بيها وفعلا عندك تدمع إلا لما وليد سلمان يكون لعب من دول وليد سلمان هو ما تبقى من عبق الجيل التاريخي وليد سلمان لو نقدر نستنسخ ميت وليد سلمان جوه النادي الأهلي هنكون سعداء بداية أسامة بالتأكيد يا فارس خاصة ان وليد سلمان مش بس على المستوى الفني وليد سلمان على مستوى الانتماء للنادي الأهلي منذ اول يوم لوليد سلمان في النادي الأهلي وهو لاعب بدرجة مشجع كانت لازم تكون التحية دي والتأدير لدور وليد سلمان على مستوى الفني وعلى مستوى كمان خارج الملعب كقائد للفريق بيقعد على الدكة مبتسم ما عندهش اي ضغينة فبالتالي بيوصل رسالة لأي لاعب في الفريق ان انت تقدر تكون مؤثر حتى لو انت بتنزل لمدة دقايق فقط لغير تحية كبيرة جدا لوليد سلمان وعندنا لاعب اخر يا فارس انا بقول دايما كده لو انت لعب محترف قل انت محترف بدرجة كم من علي معلول صحيح متفق معاك علي معلول كمان الاحتراف في العقلية على مدار السنوات السبات في المستوى انا دايما بقول ان فيه نظرية يا جماعة بتتكلم ان فنيا اللاعب اللي بيقدي مباراة بامكانيات 90% ومباراة بامكانيات 10% مش ده المفضل لأي مدرب كبير اللاعبين اللي زي معلول كرة القدم كلها بتتمحور حوالين اداءهم وافكارهم لو استعرضنا الصورة علي معلول الموسم ده 6 مباريات صنع فرص محققة 17 اهداف متوقعة 2.23 سجل هدفين صنع 5 اهداف محاولات على المرمى وهو ظهير ايصر 12 محاولة على المرمى منهم 4 انتارجت زي ما بنتكلم كمان الفكر الفني انا تختلف تتفق على الظهراء الظهير الايصر في النادي الاقلي تاريخيا لكن كل واحد ليه حتة معانا انا بالنسبة لي الخارق للعادة والاكثر تكاملا في تاريخ اي ظهير ايصر داخل النادي الاقلي من وجود نظر ايوه محمد عبد الوهام ضربات سابتة دفاع هجوم تسجيل اهداف كل حاجة في رأيي يليه علي معلول القيمة السابتة جيلبرتو لكن توظيف جيلبرتو كان في مكان مختلف اساسا على المكان اللي كان بيلعب فيه او حتى مع منتخب انجولا تظل القيمة التاريخية الجيلبرتو موجودة ولكن انا في رأيي علي معلول حتى رقميا تجاوز اي حد داخل النادي الاقلي وبعيد عن رقمان يا فارس واستكمالا لرقميا علي معلول بقى مصدر الثقة لكل لعبي النادي الاهلي كل لعب للنادي الاهلي بيحاول يبقى الزاوية قدامه مفتوحة هتلاقي علي معلول دايما خيار متاح خيار مناسب علي معلول اللي بيقدر ينقلك الهجمة علي معلول اللي انت لو فيه ازمة وقت الضغط العالي من اي بفريق منافس بيقدر يتحرك مع والباس مع اي لعب من وسط الملعب تلاقي علي معلول متواجد دايما علي معلول لو الدنيا قفلت معاك قوي والمباراة مش راضية تمشي علي معلول يسجلك هدف يفتح لك المباراة على الرابع علي معلول قيمة وقامة كبيرة علي معلول بالفعل بقى معيار الاحترافية لأي لعب في مصر فبالتالي ايجادتك تحسبها انت كام من علي معلول علي معلول معيار الاحترافية ولكن كمان النادي الاهلي معيار السبات في المواقف ومعيار الاحتراف النادي الاهلي بيعلم الناس الاحتراف برسائل مباشرة كابتن سيد عبدالحفيظ عندنا مباراة البنك الاهلي المباراة القادمة تم تحديد استاد الماكس لها نادي البنك الاهلي نجح انه يحصل على الموافقة انه نلعب في استاد الماكس في سكندري اللي هو قد يكون مش طبيعي ان ده الملعب الاساسي ليه بس مفيش مشكلة عند النادي الاهلي انت نادي جبت الموافقة الامنية ده مش دوري كابتن سيد عبدالحفيظ قال ايه موجهة البنك الاهلي في استاد الماكس البنك الاهلي له الحق تماما في لعب ومباراة في الملعب الذي يريده وهذا امر ليس من شأننا دي رسالة للبعض اللي عنده نظرة ضيقة او للامور على قد مستوى تفكيره ودايما بيتكلم في ليه النادي الاهلي ما بيروحش هنا وليه ما بيروحش هنا وللأسف ده كان من الاسباب اللي عنده اخرى استندت عليها في حقاقة اخفاقات كبيرة جدا لان هما ساموا على النادي تاني مفاهموا منه كل مشاكلهم هما بيلعبوش فين النادي الاهلي بيدي درس انا دوري مالوش علاقة بتحديد المباراة امنيا فين زي النادي الزمالك زي اي نادي اتمنى الرسالة تكون وصل لان سيد عبدالحفيظ وصل في الجملة دي حاجة اجبت بكتير جدا مباراة البنك الاهلي هتتلعب فين بالتأكيد انت انا في اتصاق مع ذاتك ومع افكارك احنا ما عندناش مشكلة نلعب في اي مكان طالما النادي هيقدر يوفر موافقة امنية على اللعبة في ادل اللي اتكلمناه في موضوع المحلة واتكلمناه في موضوع الاسماعيلي لكن البعض زي ما فارس قال عنده نظرة ضيقة للامور ما بيقدرش يستوعب الامر ده لكن الكابتن سيد بيؤكد على احترافية النادي الاهلي متمثلا في مدير الكرة الكابتن سيد عبدالحفيظ طبعا اي مباراة بين النادي الاهلي واي فريق بيقوده الكابتن مختار مختار بيطلع البعض يروج لفكرة هاتي عم ارقام الكابتن مختار مختار امام النادي الاهلي ويبدأ الترويج يتم للفكرة دي لدرجة ان يوسف اوباما لعب الزمالك الحالي قال في تصريح مهم جدا لما كان بيلعب في الاتحاد وكان الكابتن مختار مختار المدير الفني الفريق الاتحاد قال ايه قال بصفتي زمالكاوي كنت اظن ان الكابتن مختار مختار زي ما بيتم ترويجه في الوسط الزمالكاوي بيتهاون في مباريات النادي الاهلي لكن للأمانة وانا يوسف اوباما اللاعب الزمالكاوي الراجل ده عنده ضمير في كل مباراة بيلعبها وما فيش اي سن التهاون مع اي مباراة وتحديدا مباراة النادي الاهلي لكن ربما التصريح اللي طالع من يوسف اوباما ده لم يكن كافي فالبعض ايضا استعرض مباريات الكابتن مختار مختار واستعرضها بشكل احنا بقى هنستعرضها بشكل فيه عمك شوية عن اللي هم استعرضوه طبعا مواجهات الكابتن مختار مختار 27 مواجهة استعرضوا فكرة الهزائم 17 والتعادل 9 وانتصار 1 فقط لغير استقبل 54 هدف ودخل مرماه او سجل 21 هدف وبالتالي هنا واضح جدا هم عايزين يشيروا لايه من الاحصائية دي لكن الحقيقة هو مين نادي في مصر اخر 27 مباراة قدر يعمل نتائج زي دي اللي ممكن نادي او اتنين اندية بالكتير فلما تيجي تتكلم عن مدرب درب اندية توسط مع احترامنا لكل اندية طب متخاطب اللي كانوا بينفسوا النادي الاهلي على البطولات ونتائجهم ايه مقارنة بالكابتن مختار مختار الاهم من كل ده هم التسعة عادلات اللي تعادلهم الكابتن مختار مختار مضيعوش على النادي الاهلي بطولات بالتأكيد انت لما شوف تسعة عادلات هتقول الامر عادي جدا لكن لما قولك الدوري اللي بيتغنى به نادي الزمالك حتى الان دوري سيد عبد النعيم اللي سميه حتى على اسم لعب في فريق اخر كان الكابتن مختار مختار مفتاح السر في اهداء الدوري ده للزمالك لما تعادل مع النادي الاهلي في استاد القاهرة وهو مدير فني الفريق غزل المحلة واحد واحد ووقتها بدأ سلسلة او انخفاض النقاط او فقدان النقاط من نادي الاهلي يبدأ من المباراة دي بعدها خسر النادي الاهلي من الزمالك كانت المباراة في تسعتاشر بعدها خسر النادي الاهلي مباراة امبي الشهيرة بهدف سيد عبد النعيم فكان الدوري باسم سيد عبد النعيم لكن الاساس كان فيها فارس هو تعادل غير منطقي مع غزل المحلة في استاد القاهرة مع النادي الاهلي واحد واحد اخر خمس مباراة زي ما احنا بنتكلم لو النادي الاهلي كان حقق النتيجة الاجابية مع نادي المحلة قدر يفوس ما كناش احنا احتاجنا مباراة امبي ولكن كابتن مختار مختار البعض ما بيدوش حقه فنيا نونو سانتر الغلابة بالنسبة لي مدرب وولفر هامتون انا بتكلم كابتن مختار مختار لا تجربة فنية تقدر تشوف الراجل ده ادى كم موسم في الدوري طلع كم لعيب تجربته مع بيترو جيت وتو دار راس راجل فعلا تقدر تستفيد منه كمان انت بتيجي تكتزق احنا بنتكلم في العدد ده من التعدلات هو افقد النادي الاهلي ايه بنتكلم كمان لو رحنا الموسم 2011 منوز جوزي بيرجع بخلفية ذهنية محتاجي حقق نتائج مع النادي الاهلي بحقق نتائج جيدة بيحسن دوري صعب اتكلمنا فيه دوري مهم جدا وكن كمان بنيجي في 2011 بتحقق 17 مباراة بلا هزيمة اول هزيمة بتكون على يد كابتن مختار مختار مع امبي وبتخرج من الكاس لان كابتن مختار مختار دايما معادلة مختلفة ومميزة دوري 2016-2017 لما كان بيطلع تصريحات من بعض الاجهازة الفنية زي الكابتن علي مهر لما كان بيتسأل وهو مدير فني لفريئ القسيوتي طبعا كان بيقوله عندك مين الماتش اللي جاي كان بيقوله عندي اللي ما بيرحموش النادي الاهلي وبالفعل وقتها النادي الاهلي كان فريء لا يرحم احد وعند حسن الدوري بدون هزيمة واحدة في الجولة الثلاثين كان مدير فني واحد قدر يقف قدام اللي ما بيرحموش هو الكابتن مختار مختار والاهم واقف بفريقين فريق الاتحاد وحصل على تعادل اتنين اتنين مع النادي الاهلي طبعا احضرنا ركل الجزاء شهيرة في اخر الوقت في الديئة التسعين وكمان في الدور التاني لما انتقل للنتاج الحربي قدر برضو يحقق تعادل مع النادي الاهلي عشان يكون المدرب الوحيد اللي قدر يفقد الفريق اللي ما بيرحمش اربع نقاط ولان كابتن مختار مختار دايما علامة مميزة ورغم ان نتائج دي النادي الاهلي عانى منها ولكن هو لازم ياخد حقه لان البعض لما يتكلم عن كابتن مختار وهو لا يعي قدره محتاج يتعلم هنا لان موسم 2018-2019 اللي الزمالك تصدر في اغلب الوقت فيه كان اول تصدر للزمالك كان بفضل تعصر النادي الاهلي عمام كابتن مختار مختار لما تعادل مع الاهلي وهو بيدرب الجونة في الجولة الخامسة كمان كابتن مختار مختار كان له نصيب انه يضيع على النادي الاهلي بطولة كاس يعني القصة مش دوري فقط لا غير فاز بانبي على النادي الاهلي واحد سفر طبعا الهدف كان سجله اونجول رامي ربيعة وصعد للمبرارة النهائية وقدر يفوز على نادي الزمالك فكمان بطولة بيهضرها كابتن مختار مختار يا فارس من النادي الاهلي وبنتكلم عن الكابتن مختار مختار طيب تعالنا نروح للزمالك لو البعض بيتحدث عن كابتن مختار مختار كابتن مختار مختار اللي حقق 17 هزيمة من النادي الاهلي لو بنتكلم على نادي الزمالك هو ايضا حقق 17 هزيمة في اخر 27 ماتش كابتن مختار مختار 17 ماتش في آخر 34 مباراة خسارة فاحنا بنتكلم لو انت بتقيس نفسك فيبقى الترمومتر بتاعك مختار مختار اعتقد يا فارس كان عندنا برضو لو احنا بقى بنتكلم بالشكل ده ولو انت عاوز تتكلم عن نتائج ورد جدا يكون فيه مدير فني بيكتهد ولكن يا فارس النتائج مش بتبقى مساعدية هنشي غير موفق ولانه فعلا محترم ولكن ولان اسلوبنا مختلف ولان اكتزق يعني المدلول لو شفنا الرقم هنبدأ نشوف ازاي احنا بنفكر بشكل مختلف كابتن عبد الحميد باسيوني مدرب بيبدأ يكتهد في الدوري ولكن لعب عدد كبير من المواجهات قدامنا للزمال اكتسع مواجهات هزائم تسعة انتصارات صفر استقبل 18 هدف وسجل هدف بلا تعادل يعني في التسع مباريات مفيش تعادل مفيش انتصارات تسع هزائم 18 هدف بيستقبلهم وبيسجل الهدف احصائي على فكرة صعبة جدا وكانت تقبل التشكيك بس احنا والله ما بنشكك لان فعلا كابتن عبد الحميد باسيوني شخصية في غاية الاحترام ولكن ما بنجتزقش ولو انت تجتزق حاول تجتزق صح مش مع مدرب مختلف تماما حابب تقول حاجة هنا يا عسامة لا انا حابب اقول كان مين اللي جاب الجول اللي سجله طلع على الجيش الجول اللي سجله طلع على الجيش مع كابتن عبد الحميد باسيوني مين مش هتلاقيه كنا نفوني يجيبه عندنا قضية تانية اعتقد البعض اتكلم فيها بشكل متكرر وهي فكرة دايما في حاجة اسمها الانحياز التأكيدي ايه الانحياز التأكيدي ببساطة شديدة جدا انك بتشوف الامور بعين واحدة ببساطة شديدة جدا ان انت بيكون عندك معتقدات بتبدأ تبحث من خلال المعتقدات دي عن نتائج توصلك وتطمنك على المعتقدات دي فبيخونك دايما زكائك بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تدور مثلا الاهلي بيكسب بالحكام فتروح تجيب خطأ تحكيمي سنة 54 وطول شفته اه الاهلي بيكسب بالحكام وبتجتزئ التاريخ كله في اللقطة دي او هدف طبعا الكابتن حسن شحاته ايضا فكرة اتحاد القرى بيجامل النادي الاهلي حتى لو تاريخ اتحاد القرى كان دايما القيادات بيكون منتمين لنادي الزمالك لكن انت المعتقد بتاعك ان اتحاد القرى بيجامل النادي الاهلي فتروح تدور على قرار في نفس حجبة او نفس تقريبا بعد سنتين من جول حسن شحاته وتقول ايه؟ شفته قلغوا الاحتراف عشان عندنا كوارشي عشان الاهلي ما بيحققاش بطولات اذا اتحاد القرى بيجامل النادي الاهلي عارف احيانا الاكاذيب فيه ناس بتجيد ان هي تأيفها زي البدلة كده فيه ترزي بدل وفيه ترزي افكار وفيه ترزي اكاذيب تبقى عندك المنطق واضح وصريح تجتزق توصل للمعطة تكون منه رأي فيه ناس عايزة تصدقك فتصدقك فتوصل لنتيجة هي في الاساس كذبة وده اللي اسامة تكلم فيه قعدتنا في الفقرة دي اللي محتاجينكم تركزوا قوي معانا فيها هي الغاء اللاعبين الاجانب موسم 84-85 بعدها صدر قرار بإلغاء اللاعبين الاجانب كان في الوقت ده فيه مجموعة من اللاعبين الاجانب النادي الاهلي جاب جورج الحسن نادي المقاولين فيه رزاق طبعا اللاعب المماس جدا وبين أنتوان وبين أنتوان طبعا الحارس الممتاز منتكلم كمان في نادي الزمالك كان عنده كورشي فسر ان ده حصل لصالح النادي الاهلي نطلع ونسمع اول فيديو عشان تركزوا معانا في الفقرة عشان نوصلكم للنتيجة الوحيدة اللي اي عقل لازم يوصل لها نشوف الفيديو السنة دي في الكويت في الامارات ماشوا اللاعب الاجانب كان في التوقيت ده مثلا نص المدرب الزمالك كانوا موجودين هناك نعم فقالوا ايه ايه رأيك نرشحك كورشي واحد اسمه ادولف 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 وكورشي نعم عزمنا الكابتن حلمي هو الحاجة سعيد حمزة جوم مضى مع الكورشي ومضى مع ادولف ومتماد وعاد ماشي اللي احترافة لغة في الامارات النادي الزمالك شاف لعب مميز اسمه كورشي قدر يضمه نتيجة كابتن أبورجيلا هنا كان وضع في المنطقة ان انت بتجرب تجربة الاحتراف بترجع لا بتترجع عنها وده اللي حصل مع نادي الزمالك بس لو احنا رحنا للمواجهات بنتكلم في الفترة من 83-84 ده موسم وموسم 84-85 ده الموسم التاني نستعرض كده البطولات البطولات النادي الاهلي حقق ايه والنادي الزمالك حقق ايه ونرجع معاكم نعقب تعقيد مهم على الارقام دي الدوري المصري نادي الاهلي حققه مرة كاس مصر مرتين كاس الكقوس مرتين بطولات الزمالك الدوري المصري ومرة واحد اذا النادي الزمالك حقق في الموسمين دول خمس بطولات ونادي الزمالك حقق بطولتين طيب هتيجي تقول لي هل ده يستدعي لالغاء فكرة المحترف الاجنابي لخدمة مصالح النادي الاهلي ما تيجي نقف عند حتة صغيرة هو نادي الزمالك حقق البطولتين دول امتى؟ ركز معايا حقق البطولتين بطولة الدوري 84 وبطولة الدوري أبطال أفريقيا 84 دول البطولتين اللي حققهم الزمالك النادي لان الاهلي حقق الكاس في 84 وحقق كاس الكقوس طيب اعتقد لو انت شايف ان الزمالك حقق شيء استثنائي بان هو حقق الدوري المصري وحقق كاس الكقوس طبيعي في الموسم ده النادي الاهلي لو متضرر وعايز تجمله هتعمل ايه؟ هتلغي اللاعبين المحترفين مع نهاية موسم 83 84 ولكن الغريب بقى ان موسم 84 85 النادي الاهلي بحقق دوري بحقق الكاس بحقق كاس الكقوس النادي الزمالك ما قدرش ان هو يحقق الدوري ولا الكاس وخرج من دوري أبطال أفريقيا بمسمى القديم طب اللاعبين الأجاني بتلغوا امتى؟ بعد موسم 84 85 اللي النادي الاهلي حقق فيه تلب بطولات هل فيه اي منطق ان القرار اتاخد بعد ما النادي الاهلي حقق تلب بطولات مش في الفترة اللي النادي الزمالك حقق فيها طولت الدوري وكاس الكقوس ودوري أبطال أفريقيا لو انت مقتنع ان القرار خرج في الموسم اللي النادي الاهلي فيه الأقوى لمصلحته يبقى انت اكيد عندك مشكلة في تفكيرك بص خلينا نتفق على حال مبدأين لما بيصدر قرار زي ده بنبدأ نفكر لو احنا عندنا نظرية المؤامرة نشوف مين اللي أصدر القرار وقت الفرق وقتها القوة كان ميزان القوة فين النقطة التانية التالتة والأهم القرار ده كان من اتحاد القرى كان لصالح القرى المصرية ولا لا هنروح لأول واحد مين اللي أصدر القرار أو مين رئيس اتحاد القرى اللي أصدر قرار إلغاء الاحتراف الكابتن حسن عبدون مين حسن عبدون حسن عبدون اللي له أزمة شاهيرة جدا مع النادي الآلي في موسم 87 88 وأصر على هبوط النادي الآلي لدرجة تانية لدرجة أن الكاتب الزمالكاو الكبير الأستاذ محمود معروف كتب قال الرجل الذي قسر شوكة الآلي يعني ده الراجل اللي قسر شوكة النادي الآلي فبالتالي واضح جدا أن الراجل مستحيل يطلع القرار محابل النادي الآلي النقطة التانية والأهم هي فكرة البطولات النادي الآلي هو بطل الدوري بطل الكاس بطل أبطال الكؤوس التلات بطولات اللي كانوا متاحين لوقت اتخاذ القرار الأهم من كل ده هو النادي الآلي خايف من كوارشي وهو بياخد منه أو بيكسبه بأجبال أو ناشئين في كاس مصر المباراة الشهيرة في 85 لما رحنا في فريق 19 سنة وفي وجود كوارشي في المباراة والكابتن فاروق جعفر وسعيد الجدي النادي الآلي فاز إذن قوة النادي الآلي ما كانتش بس على مستوى الفريق الأول فدي كلها قرارات لازم نحطها في الاعتبار طب النقطة الثالثة ايه مصلحة القرى المصرية ايه اللي حصل سنة 86 منتخب مصر بعد 27 سنة بطل أمم أفريقيا اللي كانت مقاومة في مصر إذن عرفنا مين صاحب القرار وعلاقته بالنادي الآلي عرفنا مدى أو ميزان القوة في الوقت ده عرفنا الأهم مصلحة القرى المصرية اللي كمان كابتن حسن عبدون كمل مشوار بعد ما تم قلته رجع تاني بحكم محكمة في 88 وكمل مشوار الصعود لكأس العالم 90 من أربع من سنة 1934 ما كانش المنتخب المصري يصعد يبقى بأي عقل وبأي منطق تيجي تفكر ان المصالح أو مصلحة النادي الآلي كانت في الغال اهتراف طب ما نستعرض يا فارس هنعندنا المقولين الزمالك المصري دول اللي كان عندهم لعيبة محترفين نستعرض نتائج النادي الآلي أمام الفرقة دي في الموسمين بمحترفين بمحترفين الوضع هيكون ايه النتائج هتظهر ممكن نشوف مواجهات الاهلي والزمالك خمس مواجهات دول الموسمين بالضبط للنادي الآلي مع نادي الزمالك كان فوز الاهلي اتنين فوز الزمالك اتنين منهم فوز كان بعد ما النادي الآلي كان حسم الدوري وطبعا تعادل الفريقين مرة واحدة يعني خمس مباريات الكفة تقول لي طبعا الكفة متساوية اقولك هي فترة التمانينات من اول سنة التمانين لسنة التسعين كانت الكفة متساوية سبع فوز للاهلي ستة فوز للزمالك حداشر تعادل وهنا بقى وسامة عشان انت قلتها ومحتاجين نقف عندها اخر موسم اللي هاربعة ثمانين خمسة وتمانين لعبنا تلات مواجهات النادي الآلي فاز في الكاس بالناشئين وفوزنا في الدوري الدوري الاول والدور التاني بعد ما كنا حسمنا البطولة خلاص الآلي حسم اللقب لعبنا الزمالك الزمالك فاز والنادي الآلي كان قريدي حسم البطولة فانت حتى الموسم اللي بتتكلم انه هو النادي الآلي متفوق فيه قلنا على مستوى البطولات وعلى مستوى النتاج المباشرة اللي احترافت لغى عشان خاطر كوارشي كان النادي الآلي مستفيد من رحيله معانا مواجهات النادي المصري النادي برضو اللي كان عنده محترفين اجانب النادي الآلي لاعب النادي المصري في الدوري النادي الآلي فاز ثلاثة ونادي المصري فاز مباراة في كاس مصر النادي الآلي فاز ثلاثة فاز اتنين والنادي المصري بلا اي فوز اجمالي خمسة فوز للنادي الآلي وفوز وحيد للنادي المصري تفوق برضو شاسة كنا محتاجين فوز كمان للنادي المصري لكن بصفة النادي المصري اللي النادي الاهلي كان مستفيد من رحيل اسمبور وكريم ذكري الحقيقة ان النادي المصري في الوقت ده كان عنده 8 لعبين اسسيين من الفريق على رأسهم جمال جودة من النادي الاهلي فتقريبا كان الاهلي به اما كمان فريق المقولين العرب ده ما اكتفاش ان هو يلعبنا بس مباركات محلية لا كمان لعبنا في ابطال القوس والنادي الاهلي قدر يتجاوزوا في الدور قبل النهائي فلو استعرضنا النتائج هنلاقي برضو تفوق للنادي الاهلي محلي وافريقي على نادي المقولين العرب اتنين فوز في الدور المصري مقابل تعادلين كاس مصر واحد مقابل لشيء ابطال القوس الاتنين تعادل 0011 اجمالي 3 فوز للنادي الاهلي 4 تعادل بس الاربعة تعادل دول اعتقد كان ليهم قصة طريفة كده اكيد بازروا فيهم مجهود كبير لكن برضو كان فيه بعض التصريحات اللي صدرت من احد لعب نادي المقولين في الفترة دي محتاجين نسمعها عشان نفكركم بالفترة دي ممكن كانت تبقى ماشية زي عشان اللي فتح باب التاريخ اعتقد قفل على صباحه نشوف الفيديو ده ما تعرضش وقتكو يعني ما كانش بيتعرض مثلا عليك وحد يجي يكلمك يقولك يعني اتفوت لنا الماتشو هاني اتديك مبلغ كزا وقتاعة ما كان بتحصل حصل كان بتحصل مين بقى كان بتحصل جدلا لا قول لي واقع لا واقع دي ما حصلتش كانوا بيديونا مكافئات تشجيعية بس احنا ما بنرضاش ناخدها لان النادي كان بيدينا اكتر يعني كان يقول انه مثلا اكتبوا المباراة دي عشان نحن يعني الصالحهم هم مش مثلا ايه فوتولنا المباراة عشان لا اكتبوا المباراة دي واحنا هنديكم مبلغ انما احنا طبعا ما كناش بنرضى انما كانت ممكن تحصل بعد كده في العيبة مين يعني قول لي واقع يعني واقع انت ما تنسهاش وانت رفضته انا كان نادي الزمالك بيجي يعرضوا علينا فلوس ان انتوا تكسبوا عشان اه يعني الزمالك كان بيعرض عليك انك انت تكسب على تكسب الاهلي مثلا مثلا اه على سبيل المثال يا الكابتن سعيد الشيني طبعا نجم نادي المقاولين العرب واخه كابتن طبعا سامش الشيني نجم نادي الزمالك واعتقد تصريح واضح جدا ان كان بيشوف انها تشجيع لفكرة ان انت تفقد النادي الاهلي نقطة او نقطتين اعتقد الموضوع ده بنتناوله في كل تاريخ وستينيات وتمانينات وتسانيات نعم انتصريح متكررت بس قبل ما ننهي القصة دي ونروح لحاجة كمان حصل الدروقة فيما يخص اللاعبين المحترفين حابا اتكلم عن كوارشي حاجة سريعة كوارشي لاعب جيد ما نقدرش نقول غير كده ولكن طالما انت بتتكلم بالوضع ده لازم اشوف ان انا كان فيه ارقام تستدعي اللي انت بتقوله ده في موسم 84 اللي الزمالك حقق فيه الدوري هدف الدوري كابتن ايمن شوقي من الكروم 8 اهداف 8 اهداف موسم 85 اللي النادي الاهلي حقق فيه الدوري بقى كان كان كابتن علامة ميهوب جاب 9 اهداف هدف نادي الزمالك كابتن طارق يحيى طب كوارشي اللي لعب في بطولة 84 اللي انت خطها دوري يا بطال افريقيا حقق فيها 3 اهداف منهم هدفين في ناكان الزنبي في دور التمانية في مباراة خلصة كام خمسة واحد وهدف في شبابة القبائل في ماتش العودة كان بعد ما الأمور حسمت فيحنا بنتكلم حتى على مستوى التأثير الخارق لكوارشي اللي أنا بشوف أنه فيه مبالغة كبيرة جدا عند الزمن الكواري وهم أحرار فيه برضو ده ما كانش يستدعي أن النادي الأهلي اللي واخد السلسية وقتها يلغي المحترفين أو يضغط لده لو لكن سافرنا بالزمن يا أسامة هللاقي الوضع اتكرر بشكل مختلف أنا عايز أقول بس أن التاريخ كوارشي مع نادي الزمالك في الموسمين 18 هدف أعتقد وليد أزارف بس بطولة الدورة في موسم واحد سجلهم ولو أنت اعتمدت بالتاريخ ده لكوارشي إسماعيل كوليبالي المنسي من تاريخ نادي الزمالك محقق 16 هدف وجماهير الزمالك بتشوف أنه ما كانتش الصفقة النجحة لكن لو فكرة اتحاد القرى على مدار التاريخ بيجامل النادي الأهلي النادي الأهلي بعد هروب عصام الحضري في 2008 تعرض لأزمة أزمة حراسة المرمى خاصة أن عصام الحضري هيرف في شهر فبراير النادي الأهلي محتاج دعم وكان فيه أزمة حراسة مرمى في مصر فالطبيعي النادي الأهلي يعمل إيه؟ يدور على حارس محترف فيطلع قرار من اتحاد القرى إلغاء التعاقد مع الحراس الأجانب هذا القرار لو إحنا بنفكر بالطريقة اللي البعض بيفكر فيها هنقول هب آف هنا عام ده اتحاد القرى بيحارب النادي الأهلي وبالتالي بيلغي القرار ده مجامل النادي الزمالك اللي كان عنده حارسين على مستوى قريب جدا من بعض طبعا عبد المنصف وعبد الواحد السيد بالزبط كان مين النادي الأهلي بيفاوضوا؟ كان كمين لعب حارس الحدود او حارس مرمى حارس الحدود كان متقلق جدا معهم اللي قال بعد كده ان كان حلمه ان هو يلعب في النادي الأهلي وكان اقترب جدا وقال قرارت الانتقال قاله عقب نهاية عقد محارس الحدود ولكن فجأة صدر قرار بعدم استمرار الحراز غير المصريين عمل ايه النادي الأهلي يا فارس؟ استكمل مسيرته النادي الأهلي بطل أفريقيا بكابتن أمير عبد الحميد 2008 دور ابطال أفريقيا النادي الأهلي بطل أفريقيا في 2012 النادي الأهلي بطل أفريقيا في 2013 وده ليه؟ لان النادي الأهلي عمره مدور على شماعة يعلق عليها اي نتاج للفشل النادي الأهلي دوره ودور مسئوليه ولعبيه وجماهيره ان احنا تحت اي باند تحت اي ظرف لازم نشتغل على اننا نحقق البطولة هو ده النادي الأهلي وده اللي بيتربى عليه كل من ينتمي للنادي الأهلي وأعتقد بقى واضح جدا الناس اللي بتشوف بعين واحدة والناس اللي بتفتح باب التاريخ بلاش الأهلي خط أحمر عشان باب التاريخ هيقفل على أصبعك نطلع فاصل وانتظرونا في بقية فكرات أن الأهلي خط أحمر نطلع فاصل ورجعنا لكم في الأهلي خط أحمر اللي بفضل جمهوره كان منذ دقائق رقم 2 على مستوى مصر في تريندين يا أسامي طبعا بنشكر جماهير النادي الأهلي وبنشكر دايما دعمكم المتواصل لنا وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور وكمان إعلاميا نتمنى نكون عند حسن ظن أنفسنا لأن فيه حاجة حابين نتكلم فيها قبل ما ندخل في فرور نادي الزمالك عنده مفاوضات مع لاعبي للتجديد ده شأن غير أهلاوي بالمرة بس احنا جايبينه هنا عشان نأكد أن النادي الأهلي عمل شيء استثنائي ولكن في ظل أن النادي الأهلي بيعمل شيء استثنائي وهو أنه هو بيتكلم أنه هو مش هيفوض أي لاعب من نادي الزمالك طلع الإعلام بيتكلم بعضه عن أن النادي الأهلي هو يدير أو أشخاص أهلوية بيديروا كل ده لعشان يشتتوا لعبين من نادي الزمالك بعض الجمهور بيمشوا عرده بعض الناس بتصدق ده ولكن ليه الناس ما بتقفش عند مصدر الأخبار اللي أحياناً بيكون زمالكاوي بل زمالكاوي متعصب بل شخص مشهور أنه بيخدم مصالح نادي الزمالك من خلال الإعلام نطلع ونشوف إسلام صادق قال إيه طبعاً هقولك بعض جديد لا صحة لا صحة لما تردد عن لسان أي مسؤول إذا كان في مسؤول أصلاً نتكلم داخل النادي الأهلي أنه مليوش علاقة بلعبت الزمالك لا أنا بقول لحررتك أن النادي الأهلي يفاوض تلات لعبين من الزمالك في التوقيت الحال تاني النادي الأهلي بيفاوض تلات لعبين من العناصر الأساسية لنادي الزمالك في التوقيت الحال ومليش علاقة يروحوا الأهلي يعودوا في الزمالك مليش علاقة لكنها بقولك اللي بيحصل أحيانا من المسؤولين وده حر يكون لواحد حر في الأهلي في الزمالك في الإسماعيل في أي حد أن يتكتم على مفاوضاته مع اللاعبين لغاية زي ما كان كهرباء وأنا قلت لك قبل كده وضربت لك مثال بالكهرباء لك أن تتخيل ولو للحظة أن اللي بيتكلم كابتن أحمد شبير كان إيه حيكون رد الفعل؟ كان إيه اللي حيتكلموا فيه عن نظريات المؤامرة لهدم نادي الزمالك رغم أن أنت عندك تصراحات أهلوية ورغم أن أنت عندك تشكيك واضح وإصارة وتعمد أن الجمهور يبقى محتقن بكلام أن لا مهما حد قالك فيه لعبين بيكلموهم من نادي الزمالك الفكرة أن اللي بيتكلم زمالكاوي بس مش حجيبه لأن أنت مش عايز توصل فكرة أن الإعلام بيبحث عن الصابق أنت عايز توصل فكرة أن الأهلوية عايزين يوقعوا نادي الزمالك بس هل فعلا الأهلوية عايزين يوقعوا نادي الزمالك؟ أنا بس بأعترض على فكرة لك أن تتخيل الكابتن أحمد شبير الكابتن أحمد شبير أعلامي كابتن أحمد شبير قبل ما يكون أهلاوي أعلامي طبعا طبعا ورسالة واضحة كمان ولكن أنا بتكلم تخيل عن فكرة المفاوضات لأن كابتن أحمد شبير تكلم في مفاوضات للأمانة مع زيزو بس مش النادي الآلي ولكن ده شغل المهني حتى لو أنت بتتكلم بشكل إحنا نختلف معاه ده شغلك بس مش عشان أهلاوي أزمالكاوي تشوف الصورة كاملة أنت كأزمالكاوي كابتن أحمد شبير بيعمل شغله صح طبعا طبعا الأستاذ إسلام صادق اتكلم قبل كده عن مفاوضات مع أوباما النادي الآلي بيتفاوض مع أوباما قولنا ما ينفعش يا جماعة ومفيش حاجة من الكلام ده بتحصل طبعا بعد ما تم توقيع أوباما مع نادي الزمالك وتجديده طلع قال أنا ما يهمنيش التجديد أنا حتى لو طلع أي مسؤول من النادي الآلي أنا يهمني لما رئيس نادي يطلع يتكلم تقريبا هو يعني ما خدش باله أو ما عدش معانا القرى المصرية والنادي الآلي طبيعةها أو طبيعة المسؤولين في نادي الآلي بيكون ايه انت عاوز رئيس النادي الاهلي يطلع يرد على خبر اي صحف ايا كان قمته عن فكرة تفاوض للنادي الاهلي مع لعب عندنا مدير تعقدات فبنسمح لك تشوف الكابتن احمد شبير الاعلامي رائد الاعلام الرياضي في الفترة الاخيرة لما بيكون عاوز يعمل شغل اعلامي بيروح لمين بيروح لمدير التعقدات في النادي الاهلي وبيطرح عليه التساؤل هو ده شغل الاعلامي اما اللي حضرتك بتعمله ده شغل انا اعتقد تخمين تنجيم وما حدش عارف يرد عليك في السكة دي لان انا بقول وهم هيتكتموا فبالتالي ملهاش ملكة لكن الكابتن احمد شبير بيعمل شغله الاعلامي صح نسمع الفيديو ده ونرجع نعقل اول اسألك عن موضوع اوباما لان ده مهم جدا لما انا طلعت نفيت امبارح حد طلع علي انت ما بتفهمش وانت ما بتعرفش وانت ما بتعرفش انت له عامك اترقال في خيرك هل هناك اي تفاوض اي نوع من التفاوض بين الاهل واوباما سابقا حاليا مستقبلا هاي بص يا كابتن طبعا انا هحب ابدأ الكلام ان احنا مع طبعا محترمي الاوباما طبعا لعيب كبير ولعيب محترم وشخص محترمة جدا طبعا بس احنا هنبص على الموضوع اكتر من وجه نظر بنادي الاجراء تمام تمام في الفترة الحالية احنا دورنا كنادي اهلي ودور اضافة ناجراء الاجراء ان احنا نقل بنادي الاجراء ان هو الفترة دي احتاجة مسندة من كل الاطراف فاحنا بالنسبة لنا من سابع المستحيلات ان احنا نتكلم مع العيب مرتبط بأي تعاقد مع العيب الزمالك الفترة دي او في اي وقت انتبام فالنهاردة اي كلام بيتقال من اي حد سواء اعلاني او من الجمهور او حاجب يتخيل احنا كان فيه كلام فصل برضو دا يتكلام جالي النهاردة كنت نستح اسألك على مصطفى محمد كمان هتوضو فرنسا وتجبوه لا كانتا كانتا مش مقبول طبعا واحنا بنادي عم جدا فترة دي فكرة نفذ التعاصل دا شغل الاعلام المزبوط انا عندي مدير تعاقدات بجيبه على التليفون بسأله الاسئلة الحوار اللي بيدور في الساحة الرياضية يا استاذ امير او يا كابتن امير انت بتتفاول مع ده كابتن امير قال ايه بقى قال حاجة اكدنا عليها من خلال البرنامج لما قلنا احنا بنساند نادي الزمالك في محنته نفس الكلام قاله مدير التعاقدات الكابتن امير توفيق اننا كنادي اهلي بنساند نادي الزمالك عشان يعبر محنته هو ده النادي الاهلي اللي بياخد البطولات او بيحب ياخد البطولات في طريقه اقوياء مش في طريقه ضعفاء اعتقد افارس موضوع افلناه ووضحنا الناس يعني ايه تشتغل اعلامي ووضحنا الناس الفرق ما بين الاهلاوي اللي بيحاول كمان يعرض صورة فيها استقرار ووضحنا ملكاوي اللي بيحاول يطلع اخبار بالشكل ده ومع ذلك انتو بتشوفوا بالعين اللي انتو عايزينها نروح بقى للفقرة اللي بنتقمص فيها شخصية كولينا وارو كابتن سيد عبدالحفيز بعد مباراة النادي الاهلي الاخيرة وعلى خلفية إلغاء هدف بشكل حصل قبل كده مع النادي الاهلي اتكلم في كواليس إلغاء الهدف ففوجئ انه هو بيتغرم خمسين الف جنيه طب تعالوا نسمع كابتن سيد قال ايه ونرجع نعق انا اكتر واحد اكتر واحد كنت اتمنى ان الهدف ده يبقى فصايد اكتر واحد كنت اتمنى ان الهدف ده يبقى فصايد ليه لان لو الهدف ده سليم 100% لا يبقى فيه مشكلة مع كابتن محمود دسوي كابتن محمود دسوي ده هو اللي قاعد على الظهر يعني موجود بقيله 4-5 مطشاط معنا احنا كل المطشاط يعني كان معنا في مورات الاتحاد كان معنا في مورات المقاصة برضو اتلغى هدف مرات المقاسة كان هو برضو اللي على الفار النهار دا اتمنى ان الهدف ده ما يكونش صحيح اتمنى لان لو الهدف ده صحيح لا يبقى في حاجة لازم نتساءل عليها يعني انت في ثلاث موطشات بتغلط مرتين في هدفين طب ايه في دولة السيروميك رجعت في المباراة حكم الفار الحكم المسؤول اللي تكلم عنه كابتن سيد عبدالحفيز اللي في اربعين يوم بيدير ثلاث مباريات فارل النادي الاهلي وكأن الراجل ده مضاد حيوي في التحكيم انت لازم تاخده كل عشرة ايام او كل تلاتاشر يوم هل ده منطقي هل ده معقول هل ده شيء لا يصير لدهشة ان كابتن سيد عبدالحفيز يبدي فقط تساؤله ولا لا اهو سيد هو بالعكس كمان ده الكابتن سيد عبدالحفيز قال انا بتمنى ان الكرة دي تطلع تسلم يعني انا مش فاهم على اي اساس الكابتن سيد عبدالحفيز تم معاقبته هل على اساس ان فيه الكابتن هاني السعيد يتعاقب هنا او الكابتن سامي شيشين يتعاقب مع اسوان فالكابتن سيد عبدالحفيز يتم معاقبته على اساس نوع بيتمنى ان الكرة تطلع تسلل والحكم الفار محمود دي سوي حكم بالفعل التلات مباريات الاتحاد المقصة وسيراميكا وفي مبارتين من التلاتة كان له خطأ تحكيمي او اثار الجدل بين الخبراء التحكميين سواء في مقصة او في اسيراميكا نطلع نشوف كمان الكابتن بقى طارق السيد وهو بيحاول او بيوجه نصايح لبيتس موسيماني موسيماني بيقول في المؤتمر الصحفي ان هدف كهرباء التاني ان هو جي وتحسب مش من وجهة نظر ان هو بيقول ان كان واقف على الخط يعني على خط التماس كده قدام المدافعين ومهاجمين الاهلي اللي هو محمد شريف وبيقول ان هيا مش من وجهة نظر وتستحبه طبعا احنا شوفنا الكرة من خلال الفار من خلال الخطوط يعني طب اقول حاجة بلا الكرسيبري يقول خليك في شغلة كمدير فاني يا كابتن كريم هو مهما كان واقف على الخط مش هيشوفها زي الفار يعني 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 خلي بقى الساعة الفار بتخلط يا اطار ايوة فيه بس يعني دي بس في كابتن كريم في حاجات يعني ايه يعني خلي بالك التالفار قاعد تلت دقايق كتير قوي ويفنى المطش لغاية ما عملوا الخطوط وشوفوا الافصايد الزايق هي اوفصايد بينها يعني في في شعرة زي الشعرة اللي قلناها شعرة المطش الاولاني فهي لا اوفصايد انما يعني يعني مستر موسيماني بعد اذنك يعني انت ممكن في فار وكرة وقفة كابتن سامير كتير جدا تلت اربع دقايق فعشان انت تقول انها مش اوفصايد لا معلش انا اسف يعني رسالة لكابتن طارق السيد مستر موسيماني من صميم شغله ان هو يعقب على اي خطأ تحكيمي خاصة لما يكون خطأ تحكيمي بهدف ولو بتكلم عن فكرة ان هو واقف على الخط يا كابتن طارق بقى فيه موبايلات وبقى اللقطات دي بتنزل وقبل ما يدخل المدير الفني المؤتمر الصحفي بالتأكيد بيكون شايف ايه اللي حصل في المباراة ولو اللقطة في الشوط الاول بالتأكيد بين الشوطين سواء حكم او جهاز فني او لعبين بيراجعوا القصة من خلال السوشيال ميديا فالموضوع محسوم تماما لفكرة ان هو يبقى عارف القرى دي اه افصايد ولا لأ من غير ما يكون محتاج يعفع الخطوط واعتقد ده صميم شغله يا كابتن طارق وصميم شغل المدير الفنيين بيرام العظيم قال يحل المغند مغنى وجعند ايه اسكت لله تخيل كابتن طارق بيقول لي موسيماني المدير الفني خليك في شغلك طب ما انت خليك في شغلك يعني الاول ان انت مش طرف وبتحلل لا انت بتكلم فقرار تحكيم الصح ولا غلط وده برضو مش من صميم عملك يعني قبل ما انت توجه النصيحة البتسو موسيماني المدير الفني هيوجهها لنفسك طب هل اصلا تحليلك ورؤيتك العبقرية لما تقمصت دور الحكم كانت صح ولا غلط اكيد غلط لما نطلع نسمع الفيديو ده وكابتن احمد الشنى ادي قدم اللاعب هناك ورا اه انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلم مش دي اللي موجود عنده لا مش هو مش عندهش البيرو ده هم عندهم تقنية تانية ما عرفش ايه التقنية بتاعته لكن هم تطلعوها بالشكل نفس الزاوية اللي احنا بتشوف منها دي اه نفس الزاوية الحطوط اللي منفور انا معرفش ايه ده اللي انا عايز اقول ايه لا انا بالنسبة لنا هنا ما عنديش تسلم من كابتن احمد الشنىوي الى كابتن طارق السيد خليك في شغل بالزبط كده مش بس من الكابتن احمد الشنىوي ده في حد تاني عاوز يقول لكابتن طارق السيد خليك في شغل مشوفوا بقى اللي انا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا هشوفوا الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف هنمم هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو شارب معاه بالزبط اذا الخط ده لما عوجي مين ولا شمال نعم يرجع تاني يعني رجعه تاني اهو مع اللعيب فين التقدم للاعب النادي الاهلي انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه بكتفه فين زكال اللي هو مش محدد ده ايده النزلة والقدر انا بقول له اهدراك انا اعتقد انا اعتقد هو اللي عمله خط التسلل عمله بشكل خاطئ هو ده السبب لكن التسلل مش موجود الهدف صحيح مئة في المئة يعني دول مباراتين اثاروا جدل تحكيمي على هدفين للنادي الاهلي تم إلغاءهم من محمود الدسوق حكم الفار فبالتالي تساؤل الكابتن سيدة عبدالحفيز تساؤل في محله واضح جدا لكن هل ده في هارس كانت مباراة واحدة من التلات مبارات او مباراتين وباقي المباراة؟ كابتن محمود الدسوقي اللي كان حكم الفار البعض اتكلم في لعبة تخص ضرب الجزاء لنادي الاتحادة حسبة المخالفة من الخارج وقال ان يا جماعة الحكم ده راجل عادل وفير جدا ومعندوش اخطاء بدليل ان هو حسبها لكم مبارا مع ان مفيش اي حكم قال ان هي من جوه ففكرة المغالطة ان الراجل اديك حقك فهو كويس وهو ما تقدرش تنتقده طب ما ده حقي بس غلط في حاجة تانية نطلع ونشوف اللقطة وتحليل الكورة بتاعة سي سي اللي كانت من بارا فطبعا انا في اللعبة دي بالشكل ده واضح ان سي سي بداية العرقلة بالشكل ده او بداية احتجازه خارج منطقة الجزاء فبالتالي راكلة الجزاء طبعا مش راكل لكن الخطأ موجود لكن من خارج منطقة الجزاء خدنا حق ايه؟ يعني محدش جاملنا في حاجة وده مش دليل تفوق انما هو هو كابتن احمد الشنوي اللي قال واضح ان حكم الفار بيحدد النقط غلط واضح كمان ان ده خطأ لانه تكرر اكتر من مرة فواضح ان الحكم عنده خلط في مفاهيم النقط اللي المفروض يحدد عليها خط التسلل ونتمنى حد يرجعه لانه صعب جدا وغالبا نادرا ما تشوفها في العالم حكم فار يحسب نفس اللقطة لنفس اللاعب مرتين في مرتين مختلفتين والقرارين غلط بالتأكيد وهنا برضو بنطالب اتحاد الكرة مع فكرة الفار ياريت فكرة التسلل يتم دبطها بشكل كافي جدا عشان ما ينفعش يبقى عندنا فار ويبقى عندنا مشاكل فيه التسلل او الفصيد اللي هو بيتحدد بشكل اوتوماتيكي طبعا عندنا لقطة مهمة جدا احنا هنا ليه بننوه اللقطة دي احنا هنا لا نسيء لأي حكم ولا نسيء الظن بأي حكم ولكن لما يكون فيه حكم قراره مختلف في لعبة مختلفة لكن لون التشيرت هو المختلف نفس اللعبة نفس القرارات لون التشيرت اختلف اختلف قراره فلازم هنا نقول لا فيه وقفة وده اللي النادي الاهلي بيعمله من بداية الموسم واحنا هنا بنعمله من بداية الموسم ايضا الكابتن محمود عشور في احدى مبريات النادي الاهلي امام الاسماعيلي حسب رقل الجزاء وهمية حتى بعد ما رجع للفار اصر على موقفه لكن الكابتن سامير عثمان كان له رأي عشان احنا هنا بنستدل بالخبراء التحكمين نشوف رأيه عشان هنربط بما حدث في المباراة هذا الاسبوع نيجي هنا نشوف الكرة هنكون لفحكتين لو الكرة جات في جسمي وبعد كده راحت لإيدي يستمر اللعبة ما فيش حاجة تمام احنا هنا عندنا مبدئيا الكرة جات في الجسم وقد تكون جات في إيد بس انا شايفة انا ما جاتش في إيد اصلا 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 يعني باللعبة دي بالفيديو اللي الناس شافوه في غرفة الفيديو ما فيش جات في الجسم نفترض حتى لو جات في إيده حتى لو جات في إيده وهي جاي من جسم جاي من راسي من إداية من بطني ما فيش رك الجزاء طبعا هنا حكم الفيديو نادى عشور هنا كان حكم الفيديو الكرة صحة عشور طلع شافها وصمم على قرار عشور خلاص من وجهة نظره هو محمود يتحمل الكرة بتاع بس نركز مع بعض كده حكم الساحة الكابتن محمود عشور بمواقفه مع النادي الأهلي اللي سبق واستعرضناه قبل كده في مباراة للأهلي والإسماعيلي شاف القرة دي ركل الجزاء وهو حكم ساحة فحكم الفار استدعاء قال له القرة مش ركل الجزاء للمست إيد رامي ربيعة وحتى لو لمست إيد رامي ربيعة في ارتداد من جسمه طلع الكابتن محمود عشور راح للفار عيد اللقطة يا ابني مرة اتنين تلاتة هو القرار ركل الجزاء ده معيار الكابتن محمود عشور وهو حكم ساحة فوارد يكون هو ده المعيار اللي بيحسب عليه ركلات الجزاء واعتقد وهو حكم فار شاف اللعبة أكتر حكم الساحة أحياناً بيكون مضغوط كمان حكم الساحة هو اللي واخد القرار فمش حابب يرجع فيه عشان أحياناً ما يبقى الشكله غلط وتكلمنا نفسياً في ده طب كابتن محمود عشور وهو حكم فار كان رأيه إيه في لعبة ممثلة وهو عنده كل الهدوء إنه يحكم عليها نطلع ونشوف بص هنا اللعب اللعب هنا بيعمل ايه ده ايه بيعمل ايه بيلعب الكرة بدماغه فيه يعني لما جمعة دلو القانون عشان الأمر ده قالك من المستحيلات إن لعيب إن لعيب يلعب الكرة أو بأي شكل يعني ببراسه بصدره برجله بأي حاجة وإن اللعبة تيجي في ايده ده من المستحيلات فطبعاً اللعب هنا بيلعب اللعبة دي بيقع في الأرض مستحيل إنه هو عايز يجيب ركل الجزاء على نفسه بالشكل ده كرة لو ذهبت من تعمد لعب لعب ليده بغض النظر عن وضع إيده سواء كان في الوضع الطبيعي أو غير الطبيعي ستحسبت زيها بالظبط في مبارات الأهلي يا كابتن كابتن عايز أسألك سؤالي حسبت زيها بالظبط نفس الطريقة بالشكل ده يبقى الحكم مخطئ في المبارات الأهلي يا مخطئ حسبت على الأهلي بالشكل ده يا كابتن بصري لو كده بالشكل ده يبقى الحكم مخطئ عارفين أنتوا الفكرة بتاعت بنفس الصبع ده نفس الارتداد بس حكم الساحة كابتن محمود عشور حسب وضرب الجزاء عرامي ربيع حكم الفار كابتن محمود عشور اللي هو واحد تاني خالص حسب أن الكرة ما فيهاش حاجة لأن ده ارتداد حاجة من الاتنين يا الحكم بالأهواء ودي قاطعة ما فيهاش افتراضات يا إما أنت رجعت قانون لأن أنت ما كنتش عارف قانون فلو أنت كنت بتجهى للقانون محتاج تعتذر للنادي الأقلي لأنك أخطأت خطأ لي علاقة بفهمك للقانون وتفسيرك لي ولو أهواء تبقى دي مصيبك برأب المشكلة بقى يا فارس أن اللقطة زي دي استدعت نادي المصري لهم نفس نادي الزمالك يطالب اتحاد القرى بإلغاء تقنية الفار للظلم اللي تعرض لي نادي المصري من وجهة نظرهم لأن الحالات دي اتحسبت في فرق تانية تجاء ضد نادي الزمالك وهنا للتسكير بنذكر النادي الأهلي وللتاريخ أول نادي طلب تقنية الفار للوصول إلى أعلى درجة من العدالة التحكمية ونادي المصري في مباراة أمام الزمالك بيطالب بإلغاء الفار حبينا بس نلقى الضوء عن النقطة دي عشان نعرف مين اللي بمصلحته أن التحكم يكون عادل بجد مش بشعرات وإحنا أول اتحاد في العالم عايز فار للفار نروح بقى لفقرتنا الأخيرة والساخنة جدا ريمون تدى رجعنا لكم وفقرة ريمون تدى ومعنا ريمون تدى على منطق البعض عمر أديب أهلامي شاطر ولكن واضح أنه هو بيتبنى قضية وهي رمضان صبحي فكرة اللاعب من حقه يختار اللي هو عايزه من حقه يطلع معاك في برنامجك قبل كده في التوقيت اللي هو عايزه حتى لو ده يضر النادي الأهلي أنه هو يتكلم فيه من حقه يحترف من حقه ياخد فلوس من حقه يعمل كل حاجة بس مش من حق جمهور النادي الأهلي أنه هو يكون ليه أي موقف نطلع ونطلع ونشوف الفيديو رمضان صبحي جمهور الأهلي مش عايز يسيبه في حاله وأنا مش فاهم ليه احنا مش واخدين بالنا من موضوع الاحتراف أنه أي لعيب ممكن ينتقل من نادي لنادي وأي حركة بيعملها رمضان صبحي لعب ماتش كان طلع يجيب جن ومجاش حصله طرد يبقى هاشتاك آدي رمضان صبحي آدي الطموح آدي فيه استهداف مستمر لرمضان صبحي أنا بقى ناشد جماهير الأهلي العزيزة سيبه الراجل يلعب الضغط اللي عليه ده غير طبيعي هو عمل ايه يعني هل اللي يخرج من النادي الأهلي آآ خلاص يعني آآ نعلن عليه الحرب اللي بيخرج من النادي الأهلي ما بنعلنش عليه الحرب اللي بيحترم النادي الأهلي ما بنعلنش عليه الحرب اللي عارف يعني ايه النادي الأهلي ويعني علاقتك اللي بتنتاهي بيه والشكل اللي بتنتاهي هي بداية مسيرتك ما بعد النادي الأهلي وتحديد شكلها ما بنعلنش عليه الحرب هنروح وانفاهمك انت ازاي كنت جزء من تشكيل الضغطة على رمضان بس حابين نقول حاجة هو مين اللي خلى رمضان لما جاي تصور في المؤتمر الصحفي يعمل كده والمين ومين اللي ما كانش عائل عشان يقوله يا رمضان انت الجمهور محتقن فما ينفعش تعمل حركة زي دي كمان بعد كده هو مين المسؤول في نفس النادي اللي انتقل منه رمضان اللي طلع قال لو بتتكلموا على الطموح ممكن نقول لكم الاهلي خدوا الطموح ازاي وهو مسؤول في برامدز رسمي ليه انت اعلاميا ما نقشتش ده عشان تقدر تنظر وتقول ان الجمهور ما كانش طبيعي انه هو ياخد موقف من رمضان ليه بتكتزق وليه بتكتطع لان انت جزء من حكاية رمضان اللي الجمهور في العالم كله حقه يكون ليه موقف فيها لان دي كرة القدم وعلى فكرة يا اسامة بيصدرولنا ان احنا نحرج ان احنا نقول ان انت مش عايز رمضان يوفق لا انا مش عايز رمضان ينجح في برامدز وهو شكل واضح وصريح لانه منافس ليه ومصلحتي ان اللاعب اللي بيلعب في نادي اخر وقال انه راح النادي مختلف عشان فيه افضلية عن النادي الاهلي لا النادي الاهلي هو الطموح والبطولات وهو كل حاجة وانا ده موقفي وده موقف اي مشجع طبيعي وده اصلا النادي الاهلي بيعمله اي حد بيفكر غير كده يبقى ما عاشي الكرة المصرية وتحديدا بقى احنا هنا اتكلمنا فكرة مهمة جدا هي فكرة اللاعب انت بتقدم نفسك كلاعب محترف ولا كلاعب منتمي لما تيجي تقدم نفسك للنادي الاهلي كلاعب منتمي وانا الاهلي ثم الاهلي ثم الاهلي وتغدع الجماهير سنين طويلة جدا والجماهير تديك مقدار من الحب اعلى من اي لعب اخر بصفتك ابن النادي اللاعب المنتمي وتيجي بفجأة تقوم تلعب وجه اخر وتقول اصلا اللاعب محترف فعملوني كمحترف بالمناسبة لعبين محترفين كتير جدا وجبنا امثلة كتير منهم واللويس فيجو تم التعامل معهم جمهريا بشكل اصعب من ده يا راجل رايح فريق الطموح ورمضان اللي بيروج البعد ان هو عنده القدرة على تحمل الضغوط مش قادر يقفل موبايله عشان الضغوط اللي عليه من السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام هي دي وما لو فيه مدرجات لو فيه جمهير في المدرج هتقول ايه خدت قرار انت حر فيه انت اللي تتحاسب عليه انت اللي تتحمل نتائج القرار ده احنا هنا ما نقدرش نقول لجمهير ناديلي حسبه على رمضان صبحي لان جمهير النادي الايلي اهم عندها مصلحة النادي من اي لعب خاصة بقى لما اللعب ده ما التزمش الصمت او طلع حتى بتصريحات موفقة او تصريحات صادقة لكن يا استاذ عمر قديب ده طلع معاك في توقيت حرج جدا يحاول انه هو يلعب او يرمي الكرة في ملعب النادي الاهلي ولكن الكرة كانت كنبلة انفجرت في وش رمضان صبحي فتعالوا بقى نشوف كان رمضان بيقول ايه ونخلي رمضان بنفسه يرد على رمضان بنفسه نشوف اول فيديو معنا انا زي ما قلت حقاك الموضوع مش فلوس بس الموضوع لا ممكن الخصولك في كل موحدة الاهلي لو كان عايز يخلص كان خلص من بدري كانت المسؤولين خلصوا من بدري ما كانوش خلوا رمضان لحد شهر سبعة ويبقى فيه جدل ده رمضان صبحي اللي بيتكلم ان النادي الاهلي لو كان عايزني كان خلص معايا من بدري وده على عكس طبعا التصريحات اللي جات لنا من النادي الانجليزي نفسه لما قال ان النادي الاهلي كان حريص جدا على فكرة انه ينهي التعاقد مع رمضان صبحي ركز في التفاصيل اللي كانت مع عمرة اديب في محاولة من رمضان لتقليب الجمهور على مجلس الادارة وقلب الطاولة اللي انت اقلب كتير جدا من ان انت تقدر تعملها لان انت قلت في كلامك ان في شهر سبعة اتأخروا لحد ما وصلت في شهر سبعة بيكلموني طب تعالي نشوف انت وفي نفس الحلقة مع نفس الاعلامي قلت ايه كورونا جات في شهر ثلاثة فانا عدت مع كابتن محمود الخطيف في البيت عنده وكان امير توفيق وكان ساعتها نادر شوق ايه هو الوكيل بتاعي واعدنا في البيت عنده وقال لي احنا عايزين نعرف بقى مستقبلك انت هتعمل ايه واحنا عايزين نكتبقى معانا فقالت له والله يا كابتن انا بفكر اللي انا احترف تاني انا لسه صغير وحلم بالنسبالي انا روحت والمرة الاولانية ما كانتش احسن حاجة بس انا عايز احارب تاني وعايز اللي انا سافر اوروبا تاني فقال لي طيب خلاص ما فيش مشكلة والكلام ده كله يعني انت انفكر ان رئيس النادي الاهلي بقدره وقمته جايبك يدردش معك بتقول ان هم بدأوا المفاوضات في شهر سبعة وبعد كده في فيديو تاني مع نفس الاعلامي وفي نفس الحلقة بتقول ان كانت الكلام معاك في شهر تلاتة لما الكورونا جت عن المفاوضات وعن مستقبلك وعن القرار حيكون ايه يبقى اعتقد اول حاجة بتدل ان انت كان عندك مش بس توجه وتسيب النادي الاهلي ان انت كمان تخلع من المشكلة والجمهور مركز في التفاصيل وهو كدب نفسه بنفسه والاهم من كل ده انه هو حط نفسه في موقف محرق جدا وموقف يبان فيه بشكل نقر جميل النادي الاهلي باعترافه هو رمضان صبحي اللي النادي الاهلي دفع فيه اعلى مقابل مادة فئعارة للعب واعلى راتب مصري كان في الفريق وكان فيه اصابات وتحمل النادي الاهلي مستوى وتحملت جمهور النادي الاهلي مستوى ووقفته على رجله عشان يبقى قائد للمنتخب الاولمبي بفضل النادي الاهلي بعد ربان صحاته على وبفضل جمهور النادي الاهلي وباعترافه هو شخصيا نشوف الفيديو بعدها كابتن حسام غلي ماشي هو كابتن محمد فضل كملت المفاوضات مع كابتن امير توفي لحد دم الموضوع ماشي وكابتن الخطيب كلمني وخلص خلصنا الموضوع وانا رجعت انا عارف طبعا اللهم اول ست شهور دفعوا فيها فلوس كويسة والدنيا انا فلوس الى حد ما كويسة جدا بس ما كانوش منتظرين من رمضان صبح الاول ست شهور دول بالنسبة لي ما كانوش احسن حاجة بالنسبة المستوية ودي حقيقة ما قدرش انكرها يعني بتبقى معروفة لما الواحد بيبقى وحش بيبقى باني الواحد اه بالظبط فما كنتش احسن حاجة بس كنت على قد ما قدر بدي المية في المية بتاعتي في المطشاط وفي التمرين وكل حاجة جينا بعد ست شهور دول المفروض ارجع عندي الانجليزي الاعارة بتاعتي خلصة طب اعمل ايه لأ انا لازم اعود سنة تانية في مصر عشان انا عندي ما كنتش بقى روحت المنتخب الاول والبطولة راحت عليها ففاضلي البطولة بتاعت المنتخب الالمي فدي كنت مركز فيها وايا في مصر ولازم برضو اللي انا افضل في مصر السنة دي المية في المية بتاعتك يا رمضان كانت تلاتين اربعين في المية من طموحات جماهير النادي الاهلي وانت بنفسك اخترت وقررت ان مصلحتك الشخصية هي التواجد مع النادي الاهلي وفي النهاية رفضت التجديد للنادي الاهلي وزعلان ان جماهير النادي الاهلي متضايقة منك لا هو مزعلان هو كمان شاف جماهير النادي الاهلي بتستخدم وانا عندي مشكلة مع اي حد بيشوف انه جمهور النادي الاهلي اللي لا يمكن حد يوجهه بيتوجه نشوف رمضان قال ليه هجوما برضو على الجمهور الحاجة اللي خلتني مش مرتاحة ومتدايق عارف لما انت تحس ان جمهور النادي الاهلي بيبقى هو دايما سند وضهر النادي في كل حاجة والناس يستخدموا الجمهور ضدك دي اكتر حاجة تدايق حسيت ان ما فيش امان بقى حسيت ان انت الجمهور والسند الجمهور بتاع النادي الاهلي لو هو بيبقى سند للنادي كله والمنظومة كلها لو مش عادل يعني انت مش قد ده كله بالضبط انت بتستخدمه ضدي بالمعلومات اللي انت كنت تعملت وقولها اللي هي مش ساعة قدينا شفنا اللاعب اللي بيشوف ان الجمهور تم توجيهه ضده لان الجمهور كانت في الفترة دي مشاعره الحقيقية ان هو على فكرة كان نفسه ان انت تجدد لما جددتش كان فيه غضب انت فسرته انه بيستخدم ضدك في جزء من المؤامرة اللي انت كنت طالع في توقيت حاسم في افريقيا عشان تحول دفة الجمهور من عليك وبطول كل الكلام كان مغلطان الحقيقة عندنا فيديو واضح جدا لوقع اعتقد لو كان النادي الاهلي حابب يقلب جمهوري النادي الاهلي على اي لاعب شارك في المباراة دي او مباراة سانداوند كان يقدر النادي الاهلي يعملها بالسولة لكن لا طلع التصريح ولا طلع اي حاجة من المسؤول داخل النادي الاهلي وبعض اللاعبين مش بعض اللاعبين رمضان صبحي وشريف اكرامي هما اللي تكلموا عن الوقع تعالوا نسمع ازاي كان ممكن النادي الاهلي يقلب جمهوري النادي الاهلي على رمضان صبحي فأنا قايم كان فيلر جيه وكابتن سيد وكل حاجة وداخل أصالحه ففايلر بيقول لي هتدخل وقلت له أنا كده كده لسه بقول لهم أنا داخل أصالحه فأنا داخل راح كابتن سيد قال لي بس ده برضو ما يمنعش اللي أنت هيتخصم منك فلوس أعجل فقلت له يا كابتن أول حاجة ليه تخصم مني فلوس أنا مش غلطان حالك ممكن تسأل اللعيبة كلها والجهاز حضرك أصلا مقلتش في المواقف كنت جوه ورقم اتنين حضرتك مش هتخصم مني حاجة لأنا تحدي كده وش كابتن رمضان صبحي مش مدرك اللي تربى في النادي الأهلي أن النادي الأهلي فيه مبادئ وفيه قيم وفيه ثوابت أنت ما تخنقتش خناقة مع حد برا النادي الأهلي تخنقت في النادي الأهلي يبقى على طول فيه خصم أما الفكرة بقى لو النادي الأهلي حابب كان يقلب جمهير النادي الأهلي على رمضان صبحي كانت قال من أحد مسؤولين أو تسرب خبر أن بعد مباراة سندونز رمضان صبحي وشريف إكرامي قادوا لعب النادي الأهلي لرفض العقوبة الموقعة اليوم اللي هي 10% تخيل حزن جمهير النادي الأهلي على هزيمة تاريخية الأولى في تاريخ النادي الأهلي على مستوى أفريقيا ويتقال إن فيه لعبين مقصرين رفضين العقوبة دي برغم إن لعبين مصابين زي محمد محموز اللي هو ما شاركش أصلا في البطولة تقبل العقوبة زي إسلام محارب وشام محمد اللي راح له على النادي الأهلي اتخصمت منهم العقوبة كاملة لو فكرة سنتين أنت اتخصمت منك العقوبة على 10 شهور لو جدت اتخصم منك 3 في أول إعارة والسابعة في تاني إعارة فبلاش تطلق كلام مجذوب على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي كان يقدر يعمل كده لكن مش دي أخلاق النادي الأهلي وأنا مبدأ النادي الأهلي شيء مبرر جدا بالنسبة لي أنت ليه روحت المكان اللي تقدر لما يتقال حيتخصم منك ما يتخصمش منك لأنك شايف نفسك أكبر مكان أنت في النادي الأهلي أصغر بكتير قوي من كيان لأنه فيش لعب أكبر من كيان لأنه كمان النادي الأهلي كيان لا يقبل أن يتم السخرية منه ثم يضم لعب نطلع ونشوف كابتر رمضان صبحي وهو بيصخر من نادي بيرامدز وهو بيتريق على اسمه وبييتريق على تاريخه عشان نفهم عقلية اللعب لما تردد كده في بعض الأوقات أنه رمضان ممكن يلعب في نادي في مصر غير النادي الأهلي كتنا شعرك ايه او كان ردك عامل ازايك بص ربتن مالوشي أساس من الصحة تماما تماما أنا قبل كده قولت بص ربتن وطحة يعني النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي في شارك الأوسط وأنا لما مشيت مشيت من أكبر نادي في أفريقيا ولما مشيت برضه ولما روحت انجلتها روحت أحسن دوي في العالم نعم طبعا فالطبيعة كتبت لما هرجع هرجع على الكبير اللي هو النادي الأهلي مش هرجع للأسيوتي صادقا ما احترامي لكل ملكه صادقا هرجع للنادي الأهلي اللي هو الكبير الكبير بعد ربنا الكبير أندية الكرة المصرية هو النادي الأهلي انت بقى استصغرت النادي وما احترمتش النادي اللي انت سعيت ليه وقلت انه هو طموح اعتقد بقت الصورة واضحة قوي وانت عارف انت دلوقتي بتلعب فين احنا هنا بنحترم كل الاندية لكن انت مش محترم النادي اللي انت بتتدرب فيه او بتلعب فيه حاليا ورافع الواقع فارس وعمر قديب عارف هل مشاعر الجمهور مبررة ولا لا لأ لان ده كان اساس الفقر وده طبعا نهاية كمان حلقتنا النهاردة بنشكركم جدا وبنشكر تفعالكم معنا على تويتر ونشوفكم بإذن الله ودايما الاهلي فوق الجميع خلص الكلام سلام